أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية الافريقية تبع الأمم المتحدة محمد العروشي في مستهل مداخلته خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن الاتحاد الافريقي خصص للأمن الغذائي بافريقيا أن المملكة المغربية فاعل ملتزم ضمن جهود تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي مضيفا أن المغرب عازم على تعزيز جهوده في الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة إلى جانب البلدان الشقيقة وأن استدامة المنظومات الغدائية والتغذية الجيدة تعتبر مجالات أساسية في سياسة والتزامات المغرب على مستوى التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي على الصعيد القاري والدولي وأوضح العروشي الذي ترأس وفدا مغربيا إلى هذا الاجتماع أنه بالإضافة للمكان الذي تحتلها استدامة المنظومات الغذائية في التعاون الثنائي فإنها تندرج في صلب المبادرات الرائدة التي أطلقها الملك محمد السادس خلال القمة الافريقية من أجل العمل التي انعقدت على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش في عام 2016 والتي اتخذت مبادرات استراتيجية هامة وحيوية من أجل رفع التحديات التغيرات المناخية بما يتيح تعزيز قدرات القارة وضمان أمنها الغذائي وتحسين التغذية بها وأضاف السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لإفريقيا تابع للأمم المتحدة وتبقى لالتزامتها وضعت المملكة المغربية الأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة في صلب نموذج التنموي الجديد مشيرا إلى أن المغرب أطلق عدة استراتيجيات خطاعية ضمنها الجيل الأخضر واستراتيجيات الصيد البحري والتمكن الاقتصادي للنساء والفتيات بهدف تحسين متانة واستدامة المنظومات الغذائية كما أشار الدبلوماسي المغربي لأن جهود المغرب من أجل التصدي للعدام الأمن الغذائي والقضاء على الجهة توجد باعتماد عدة استراتيجيات خاصة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة وتدبير مخاطر الكوارث والمناخ ودع الوفد المغربي لتعزيز قدرات القارة في مجال تحسين التغذية بهدف تحقيق الأمن الغذائي مؤكدا على مسؤولية البلدان المستضيفة لمخيمات اللاجئين في التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية من أجل القيام بإحصاء وتوثيق عاجل للاجئين من أجل حماية حقوقهم الأساسية وتجنب اختلاس المساعدات الإنسانية وضمان ولوجهم بشكل منائم للأغذية والمساعدات الإنسانية وتجنب استغلال اللاجئين لأغراض سياسية وتجنيدهم والعمل على أن لا تصبح مخيمات اللاجئين أو كارا للإرهاب والجريمة المنظمة وتهرب المقدرات واقترح الوفد المغربي هداف أرضية للخبراء تخصص لدراسة وتتبع استراتيجية من الغذائي على مستوى القار والصمود مما التغيرات المناخية